حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي إسحاق عن حريثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قد أصبنا أمولا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحبايا قبل فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذون بها من بعدك حسنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغليبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حجشت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوابط أهل به ما جميعا فرأه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقوله ما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمو قال صلى بنا عمرو بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس حنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال قال أبي فحدثنا به ابن عباس رضي الله عنهما قال وما أعجبك من ذلك كان عمرو رضي الله عنه إذا دعا الأشيخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تتكلم حتى يتكلموا قال فدعان ذات يومين أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليلة القدر ما قد علمتم فاتميسوها في العشر الأواخر وطرا ففي أي الوطر ترونها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب ما أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا فقال السحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيد على رأسه ثلاثا وقال في الحائض لهما فوق الإزار حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن لهيعة عن أبي النظري عن أبي سلمة عن أبن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه قال فلما أجتمعنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين حثنا هارون بن معروف قال حدثنا أبن وهبن عن عمر بن الحريث عن أبي النظري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره حثنا عفان حدثنا همام بن يحيق قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمضا لها وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه ثم قال رأيت رؤية لا أراها إلا لحضور أجلي رأيت كأن ديك مقرن نقرتين قال وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنتي عميس إمرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يقتلك رجل من العجام قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يعجل بأمر أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام أولئك أعداء الله الكفار الضلال ويم الله ما أترك في معاهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة ويم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد لها على أمراء الأمصار الأمصار إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفع إلي ما عمي عليهم ثم أنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيأخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البطيعة فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء حتنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبرنا تعاهدها فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا قال فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحبايا فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك قلت لا أدري قال فأصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغك مع عدوتهم على الأنصار قبله لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم حسنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتابسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال أيضا ولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حسنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحوال عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربي جانا يا عطبة بن فرقد وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحريري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن لبوس الحريري وقال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه حسنا حسن قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن أبن لبي بط يحدث عن أبي سناء أدو ألي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة من العراق فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه فأنتزعه عمر منه ثم بك عمر رضي الله عنه فقال له ما عنده لما تبكي وقد فتح الله لاك وأظهرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضع وضوءه للصلاة ثم لينم حنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر أني خويرت فاخترت وقد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لهم لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت قالا ثم صلى عليه وماشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فاعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كافروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق كما حدثني عنه نافع مولاه قالا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصلي فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك ويقول لا تلتحف بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود قال نافع ولو قلت لكم إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت حدثنا مؤمل حدثنا حماد قال حدثنا زياد بن مخراق عن شهر عن عقبة بن عامر قال حدثني عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له أدخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئطة حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقطاله فرفع إلى عمر فقال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاض الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعماش حدثنا إبراهيم عن عبيسي بن ربيعة قال رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال أما والله لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد بن أختنا ميرن أن حوتيب بن عبد العز أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قضي مع العمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تل من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بل فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك قال قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سأل فخذه وملا فلا تتبعه نفسك حثنا سكنوا بن نافعا البهيلي قال حدثنا صالح عن الزهري قال حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر رضي الله عنه فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها حدثنا محمد بن يزيد حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سهمين عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عرمت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضدت أذنه فقطعت منها فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا رفعنا إليه فقال انطلقوا به ما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهي بناء العمر رضي الله عنه نظر إلينا فقال نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه أدعو لي حجاما فلما ذكر الحجام قال أما أني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمني عن رجل من بني سهمين عن أبن ماجيدة السهمي أنه قال حج علينا أبو بكر رضي الله عنه في خلافته فذكر الحديث حتنا عبيدة بن حميد عن داودة بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء حتنا عبيدة بن حميد حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد الرجل إذا أجنب قال نعم إذا توضأ حسن الحسن بن يحيى قال أخبرنا أبن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيعة بن دراج أن علي رضي الله عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيض عليه عمر رضي الله عنه وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنها حتنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت أتعرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرآه إنه لقول رسول كريمين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال قلت كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزنا إلى آخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع حدثنا أبو المغيرة وعصام بن خالد قال حدثنا سفوانو عن شريحي بن عبيد وراشدي بن سعد وغيره ما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرغ حدثا أن بالشام وباء شديدا قال بلغني أن شدة الوباء في الشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بالعليا قريش يعنون بني فهر ثم قال فإن أدركني أجلي وقدت وأفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة حان أبو المغيرة حدثني أبن عياش قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيدي بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولو ولد لأخي أمي سلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد له شر على هذه الأمة من فرعون لقومه حثنا بهز حدثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركيب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأله عمر رضي الله عنه ما أقدمك قال لأسألك عن ثلاث خلال قال وما هن قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الرجعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص فقال ما شئتك أنه كره أن يمنعه قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك قال أخشى عليك عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرية فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك حثن بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحرفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا حثن أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة حثن علي بن اسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس الجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل ما قام فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى أن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل إن يسألها فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من أهل اثنين أبعد لا يخلو أن أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمر بن الأسود حسنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكر متى عن أبن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب فقال رجل لا وأبي فقال رجل لا تحلف بآبائكم فاتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عصام بن خالد وأبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى ما مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى قال أبو بكر والله لا أقاتلن قال أبو اليمان لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتار فعرفت أنه الحق حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا عمر بن شعي بن عبد الله بن عمري بن العاصي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبن عياش عن أبي صبع عطبة بن تميمين عن الولدي بن عامر اليازني عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن حمرتاب بن عبد كلال قال سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها حتى إذا شرفها بلغه ومن معه أن الطاعون فش فيها فقال له أصحابه ارجع ولا تقحم عليه فلو نزلتها وهو بيها لم نرى لك الشخوص عنها فانصر فراجعا إلى المدينة فعرس من ليلته تلك وأنا أقرب القوم منه فلما انبعث انبعثت معه في أثره فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد أن شرفت عليه لأن الطاعون فيه ألا وما منصر فيه عنه مؤخر في أجل وما كان قدميه معجل عن أجل ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت ففرغت من حاجات لا بد لمنها لقد صرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبعثن الله منها يوم القيامة سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الأحمر منها أدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا أبو عقيل عن أبن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا أتعجب من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب من هذا قبل قبل أن تأتي فقلت وماذاك بأبي أنت وأمي فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعثي بن قيس قال ضفت عمر فتنا ولا امرأته فضربها وقالا يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة حثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا يزيد يعني الرشكة عن معافة عن أم عمر وأبنتي عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يلبس الحريرا في الدنيا فلا يكساه في الآخرة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابير قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسيرا الراكب في جانبات المدينة ثم لا يقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجوز به حسن الأشياب جابرا حثنا هارون حدثنا أبن وهب حدثني عمر بن الحارثي أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاس الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد أن على مائدة يدار عليها بالخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمامة إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمامة حثن أبو سلمة الخزاعي أنبأنا ليث ويونس حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن الولدي بن أبي الوليدي عن عثمان بن عبد الله يعني ابن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت قال قال يونس أو يرجع ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له به بيتا في الجنة حانا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن سلمان بن ربيعة قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ولست بباخل حثنا عفان حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مستندا إلى أبن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد رضي الله عنهما فقال أعلم أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل فقال سعيد بن زيد أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لأتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأتمنه الناس فقال عمر رضي الله عنه قد رأيت من أصحاب حرصا سيئا وإني جعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفار الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض راض ثم قال عمر رضي الله عنه لو أدركني أحد رجليني ثم جعت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراحي حانا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني أبو العالية عن أبن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن فقالا إني لا أعلم أنك حجر ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استالمتك ولقبلتك ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألقذ فألقاه فتختم بخاتمين من حديد فقال ذا شر منه فتختم بخاتمين من فضة فسكت عنه حثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا عاصم وحسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقالا يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه رأى رجلا توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأه ثم صلى حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأ طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد أحتكر قال ومن أحتكره قال فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليه ما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالا يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيعه فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من أحتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس بالإفلاس أو بجردامين فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد لها وأعاهدك أن لا أعود في طعامين أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيعه قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما حثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وملا فلا تتبعه نفسك حدثنا هارون حدثنا أبن وهب أخبرني يونس عن أبن شيهاب عن سالمين عن أبيه قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فذكر معناه حسنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جبير بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما حان يونس بن محمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بوريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوفيتها وقد وقع فيها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني عليها شرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ثم لم نسأله عن الواحد حدثنا أبو سعيد حدثنا أبن لهيعة حدثنا بكير عن سعيدي بن المسيبي عن عمر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتحة في رمضان فافطرنا فيهما حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا المثنى بن عوف العنزي بصري قال أنبأنا الغضبان بن حنظلة أن أباه حنظلة بن نوعيمين وفد إلى عمر فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله ممن هو حتى مر به أبي فسأله ممن أنت فقال من عنازة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي من هاهنا مبغي عليهم منصورون حسن حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن المسيبي عن الصيام في السفر فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما حسن أبو سعيد حدثنا ضيلم بن غزوان عبدي حدثنا ميمون الكردي حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوة فما أخاف على أمة كل منافق عليم اللسان حسن أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه قال وأحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق قال فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه حسن أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل الجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر حسن أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة قال سمعت عطاء ابن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة ابن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء ثلاثة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قرن ستته أو قرن سوات عمر ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جده بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقط له هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة حثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقاد والد من ولد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء حسنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يقاد لولد من والده حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا الضحاك بن شرحبي لا عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة حسن يحيى بن إسحاك أنبأنا أبن لهيعة عن عطائي بن دينار عن أبي يزيد الخولني قال سمعت فضالت ابن عبيد يقول سمعت عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو وفصدق لها فقوتل فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قال سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سوة عمرو الثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقط له فذاك في الدرجة الثانية والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق لها عز وجل حتى قتل قال فذاك فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد حدثني أبو عبد الله الغافقي عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ عمت أبوك واحدة واحدة حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعرفها إلا قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا حدثنا الحسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى حدثناه شيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توطروني كما أطرت أن صار عيسى أبن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد الله ورسوله دثناه شيم أنبأنا أبو بشر عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن قال فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلا حفنا هشيم أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن أبن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هشيم مرة خطبنا فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لا كاتبته في ناحية من المصحف شهيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هشيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقومين يخرجون من النار بعدما امتح شو حفنا هشيم أنبأنا حميد عن أنسم قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلا فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخلوا عليهن البر والفجر فلو أمرتهن أن يحتاج ابن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه انطلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا من كن قال فنزلت كذلك حفنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروتا بن الزبير عن المسوري بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزامين يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها قال فأردت أن أساوره وهو في الصلاة فلما فرغ قلت من أقرأك هذه القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت والله ما هكذا فأقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده أقوده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا حروفا لم تكن أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأك ما كان قرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف حانا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة وعن سماكي بن حرب عن النعماني بن بشير عن عمر قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوي ما يجيد ما يملأ به بطنه من أدقل أدثنا ابن أبي عادي عن حميد عن أنس قال قال عمرو وافقت ربي عز وجل في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قال قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلا قال فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا وقلت لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفجر فأنزلت آية الحجاب قال وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يبدل أنه الله بكنا أزواجا خيرا من كنا مسلمات حتى أتيت على أحد أمهات المؤمنين فقالت يا عمرو أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن فكففتوا فأنزل الله عز وجل عصى ربه ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات أو الآية حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه عن عكرمة مولى بن عباس قال سمعت ابن عباس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالعقيق يقول أتني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال الوليد يعني ذا الحليفة حثنا سفيان عن الزهري سمع مالك ابن أوسي بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء حنا سفيان عن الزهري سمع أبا عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم حنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبن عباس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا تطروني كما أطرت النصار عيسى أبن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله حثنى سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وما ينام أحدنا وهو جنوب قال يتوضأ وينام إن شاء وقال سفيان مرة ليتوضأ ولينام حدثنا سفيان عن زيدي بن أسلم عن أبيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها أو بعض نتاجها يباع فأراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتركها توافك أو تلقها جميعا وقال مرتين فناهاه وقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك حنى سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة يحدث عن عمر رضي الله عنه يبلغ به النبي وقال سفيان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابع بين الحج والعمرة فإن متبعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد حثنى سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم للطيمي عن علق متابن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ولكل أمر إنما نوى فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى مهاجر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه حانا سفيان عن عبدتابن أبي لبابتا عن أبي وائل إن قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا مصرانيا فأسلمت فأهلت بالحج والعمرة فسامعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر رضي الله عنه فأخبرته فأقبل عليه ما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال عبدت قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي نسأله عنه حثنى سفيان عن عمر وعن طاوس عن أبن عباس ذكر لعمر أن سمرة وقال مرة بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها حنى سفيان عن عمر ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقت سنة وقال مرة قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل حثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حثنا سفيان عن ابن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاد للفراش حثنا ابن إدريسة انباءن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتينكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حثنا ابو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو بعرفة قال ابو معاوية وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيسي بن مروانة أنه آت عمر رضي الله عنه فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه فغضب وانتفخ حتى كده يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال ومن هو ويحك قال عبد الله بن مسعود فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال ويحك والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال يسمر يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا أن نعرفاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سلتعطه سلتعطه قال عمر رضي الله عنه قلت والله لأغدونا إليه فلا أبشر أنه قال فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سبقته إلى خير قد طوء إلا وسبقني إليه حدنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيسي بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابير بن سمرة قال خطب عمر الناس الجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على شهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلوهن رجل بامرأة فإن ثالث هما الشيطان ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن حتنا أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه قدثنا إسماعيل عن سعيدي بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة قال قال عمر رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء حتنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيب عن أبن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه حان يحيى عن عبد الملك حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أرسلتني أسماء إلى أبن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة العلماء في الثوب وميثرة الأرجواني وصوم رجب كله فقالا أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حسنا يحيى بن سعيد وأنا سألته حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت حديد البصري فرأيته فجعت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين مصارعهم بالأمس يقول هذا مصرع فلاء غدا إن شاء الله تعالى وهذا مصرع فلاء غدا إن شاء الله تعالى قال فاجعلوا يصرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأتيك كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فأني وجدت ما وعدني الله حقا قال عمرو عمرو يا رسول الله أتكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا حسنا يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالا فلما رجع عمرو جاء بن مع مري بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصابته من كان فقد لنا به قال قرأت على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميدي بن عبد الرحمن الحمياري قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقالا إذا رجعتم إليهم فقولوا إن أبنى عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرار ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال نعم فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام قال شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما الإيمان قالا أن تؤمن بالله وملائكته الجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله قال فما الإحسان قالا أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فمت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلماء من السائل قال فما أشراطها قال إذا العرات الحفة العالة رعاء الشاء تطاول في البنيان وولدت الإيماء ربتهن قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو ثلاثة ثم قال يا أبن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قال وسأله رجل رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما نعمل في شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا أو مضى فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل قال أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار يسرون لعمل أهل النار قال يحيق لا هو هكذا يعني كما قرأت علي حسنا يحيى عن شعب تحدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكام قال سألت أبن عباس رضي الله عنه عن نبي ذي الجر والدباء فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر والدباء وقال من سره أن يحرم ما حرم الله تعالى ورسوله فليحرم النبي ذي قال وسألت أبنى الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء الجر قال وسألت أبنى قال وسألت أبنى عمر رضي الله عنه فحدث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة قال قال وحدثني أخي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة والبصر والتمري حسنا يحيى بن سعيد أنا سألته حدثنا هشام حدثنا قتادته عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة أن عمر رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه وقال إني قد رأيت كأن دي كان قد نقرني نقرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته هو الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بأمر فالخلافة شور بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكثرة الضلال وإني لا أدعو بعدي شيئا أهم إلي من الكلالة وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة وما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويعدلوا عليهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم أيها الناس إنكم تأكلون تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى البطيع ومن أكلهما فليمتهما طبخا حسنا عبد الله بن نمير عن مجالد عن عامر عن جبري بن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة بن عبيد الله ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك قال معاذ الله أني لا أجدركم أن لا أفعل ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها فذلك الذي دخلني قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلمها قال فلله الحمد فما فما هي قال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله قال طلحة صدقت حسنا جعفر بن عوين أنبأنا أبو عميس عن قيسي بن مسلمين عن طارقي بن شيهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال قوله عز وجل اليوم أكملت لاكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال فقال عمر رضي الله عنه والله إنني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة حثنا وكيع حدثنا صفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم عن حكيم بن حكيم بن عبادي بن حنيف عن أبي أمامة بن سهلي بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهمين فقط له وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حثنا وكيع حدثنا صفيان عن أبي عفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفة إن وجدت خلوة فاستالمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر حثنا وكيع حدثنا كهمس عن أبن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال له جبريل عليه السلام صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معلم دينيكم حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عاصم بن عمر عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يعني المشرق والمغرب حدثنا يزيد أنبأنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال كنت مع عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال إني رأيت الهلال هلال شوال فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس أفطر ثم قام إلى عص فيه ماء فتوضأ ومسح على خفيه فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا لأسألك عن هذا فرأيت غيرك فعله فقال نعم خيرا مني وخير الأمة رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعتوا عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر المغرب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جبري بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وقال غير محمد عن سليمان اليشكري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذناه في العمرة فأذنا له فقال يا أخي لا تنسنا من دعائك وقال بعد في المدينة يا أخي أشركنا في دعائك فقال عمر ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أوي في شيء مبتدأ أوي أمر مبتدع قال فيما قد فرغ منه فقال عمر ألا نتكل فقال أعمل يا أبن الخطاب فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء حدثنا هشيم حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أخبرني عبد الله بن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسامعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله الجد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر رضي الله عنه زادة في كتاب الله ما ليس منه لا أثبتها كما نزلت حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيبي بن عبيد عن جبير بن نوفير عن أبن السمت أنه آت أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس الثمانية عشر ميلا فصل ركعتين فقلت له أتصلي ركعتين فقال رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته فقالا إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن حدثنا أحمد بن حنبل قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن أبن شيهاب عن سالم بن عبد الله عن أبن عمر رضي الله عنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال عمر أية ساعة هذه فقالا يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر بالغسل حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمر ابن ميموء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان المشركون لا يفيدون من جمعا حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس حان عبد الرزاق أنبأني ابن جريج حدثني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعاء إلا مسلما حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنداه عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقالا إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد فلان شهيد حتى مر على رجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فنديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخر فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاثة فقلنا أو اثنان قال أو اثنان ثم لم نسأله عن الواحد حثنى أبو عبد الرحمني حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمر أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميمين الجيشانية يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيلة تغدو خماصا وتروح بطانا حدثنا أبو عبد الرحمني حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهوذلي عن يحيى بن ميموء الحضرامي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتحوهم وقال أبو عبد الرحمني مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا هاشم بن القاصم حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الهمداني أبي عمر قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نوفير عن أبن السمت أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصل ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أصنعك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكريمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني أبن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة وليف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداؤه فرداه ثم اتزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فلما كان يوم إذ واتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقوتل منهم سبعون رجلا وأسير منهم سبعون رجلا فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعاس الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا أبن الخطاب قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكني أرى أرى أن تمكنني من فلاء قريبا لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلاء أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء سنديتهم وأئمتهم وقادتهم فهويا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوما قلت فأخذ منهم الفداء فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هم يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بك أن بكيت وإن لم أجد بك أنت بكيت لبكائك ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عواقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقوتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهوشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وأنزل الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية بأخذكم الفداء حثنا أبو نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي قال فقلت لنفسي ذكيلتك أمك يا أبن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحل التي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إن فاتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة حتى أبو النظر حدثنا المسعودي عن حكيم ابن جبير عن موسى ابن طلحة عن ابن الحوتكية قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعم الفدعة إليه رجلا فقال إني صائم ثم قال وأي الصيام تصوم لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي بالأرنبي ولكن أرسلوا إلى عمار فلما جاء عمار قال أشاهد أنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابي بالأرنبي قال نعم فقال إني رأيت بها دما فقال كلوها قال إني صائم قال وأي الصيام تصوم قال أول الشهر وآخره قال إن كنت صائما فصم الثلاثة عشرة والأربعة عشرة والخمس عشرة أثنى أبو النظر حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد أخبرنا عامر عن مسروق بن الأجدعي قال لقيت عمر بن الخطابي رضي الله عنه فقال لي من أنت قلت مسروق بن الأجدعي فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن قال عامر فرأيته في الديواني مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما هذا فقال هكذا سماني عمر حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العسل عن الحرة إلا بإذنها حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لئن عشت إلى هذا العام المقبلي لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن صماك عن عكرمة عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلفت لأبي فهطف برجل من خلفي فقال لا تحرفوا بآبائكم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي الزبيري عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إن شاء الله لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا سلام يعني أباء الأحواصي عن سماكي بن حرب عن سيري بن المعرور قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد قرأت على يحيى بن سعيد عن زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إن أصبنا من أموالنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذاني كان من قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين حدثنا روح ومؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عشت لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكريمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني أبو عباس حدثني عمر قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده عليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرداه ثم اتزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ربك فأنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين فلما كان يوم إذ واتقوا فهزم الله المشركين فقوتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان فأنا أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعاسى الله عز وجل أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا أبن الخطاب فقال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلاء قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلاء أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صنديتهم وأئمتهم وقادتهم فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هم يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بك أن بكيت وإن لم أجد بك أنت بكيت لبكائك ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل الله تعالما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض إلى قوله لمسكم لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عواقب بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقوتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهوشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها إلى قوله إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن أبن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر رضي الله عنه وعدت معه بالإداوة فتبرز ثم أتني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتاني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن تتوبى إلى الله الله فقد صغت قلوبكما فقال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا أبن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه قالا هي حفصة وعائشة قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فاطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أميتا بن زيد بالعوالي قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل قال فانطلقت فدخلت على الحفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قلت وتهجره أحدى كنا اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأن أحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدلاك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسى ما وأحب إلى رسول الله منك يريد عائشة رضي الله عنها قال وكان لجار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنازل صاحبي يوما ثم أتني عشاء فضرب بابي ثم نداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت وماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق الرسول نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت وخسرت قد كنت أظن هذا كأنا حتى إذا صليت الصبح شددت وعلي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشروبة فأتيت غلاما له أسود فقلت أستأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج إليه فقال قد ذكرتك له فصامت فانطلقت حتى أتيت المنظر فإذا عنده رهت جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلباني ما أجد فأتيت الغلام فقلت أستأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج علي فقال قد ذكرتك له فصامت فخرجت فجلست إلى المنظر ثم غلباني ما أجد فأتيت الغلام فقلت أستأذن لعمر فدخل ثم خرج إليه فقال قد ذكرتك له فصامت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير حاء وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نسائك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فاطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل فقلت فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأن أحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فدخلت على حفصة فقلت لا يغرك إن كانت جارتك هي أوسمى وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبصم أخرى فقلت أستأنسوه يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصرة إلا أهباتا ثلاثة فقلت ادعو يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد ووسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستا وجالسا ثم قال أفي شك أنت يا أبن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت أستغفر لي لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل حسنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليمين قال أم لا علي يونس بن يزيد الألي عن أبن شيهاب عن عروتا بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه ضوي كضوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ علينا قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشرة حسنا عبد الرزاقي أنباء معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصل قبل أن يخطب بلا أذاء ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فتركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن سعدي بن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الحديثة حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك حدثناه شيم أخبرني سيار عن أبي وائل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد أسلم فأراد الجهاد فقيل له ابدأ بالحج فأتى الأشعرية فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينما هو يلبي إذ مر يزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فسامعها الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه حسنا أبو معاوية تحدثنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلع يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك حان عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ حدثنا أبن نمير أخبرنا هشام عن أبيه عن عاصمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيها بن حا وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري المعنى عن أبي الطفيل عامري بن وافلة أن نافع ابن عبد الحريث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعصفان وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة فقال له عمر رضي الله عنه من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزة قال وما ابن أبزة فقال رجل من موالينا فقال عمر رضي الله عنه استخلفت عليهم مولا فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حدثنا محمد بن فضيل حدثنا إسماعيل بن سميع عن مسلمين البطين عن أبي البختري قال قال عمر لأبي عبيدة بن الجراحي أبسط يدك حتى أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت آمين هذه الأمة فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل إن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمنا فأمنا حتى مات حان عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن شقيقي بن سلمة عن سلمنا بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيلوني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو جنوب قال نعم ويتوضع وضوءه للصلاة حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوبا عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال لا رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خففيه فقال ابن عمر وإنكم لا تفعلون هذا فقال سعد نعم فاجتمع عند عمر رضي الله عنه فقال سعد يا أمير المؤمنين أفتي ابن أخي في المزح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم من أمسح على خففنا فقال ابن عمر رضي الله عنه وإن جاء من الغائط والبول فقال عمر رضي الله عنه نعم وإن جاء من الغائط والبول قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليه ما ما لم يخلعهما وما يوقط لذلك وقتا فحدثت به معمرا فقال حدثنيه أيوب عن نافع مثله حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوسي بن الحدثان قال صرفت عند طلحة ابن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة قال فسامعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء حتنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة قالا لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر رضي الله عنه قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصم من دماءهم وأنوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا إلا أن رأيت أن لها قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقطار فعرفت أنه الحق دفن عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن صماك عن عكر متى عن أبن عباس قال قال عمر رضي الله عنه كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لو أبي فنهرني رجل من خلفي وقال لا تحلفوا بآبائكم فاتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي فقالا إن الله ينهاكم أن تحرفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا حثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في أصبع عينه حثنا يحيى بن سعيد حدثنا ألا الطيمي وعن أبي عثمان رضي الله عنه قال كنا مع عتبة ابن فرقد فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأجياء يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا وقال بأصبعه السبابة والوسطى قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة حثنا يحيى عن أبن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفطينكم الذين كفروا فقد ذهب ذاك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا عبد الرزاق أنبأني أبن جريج سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره حثنا يحيى عن أبن أبي عروبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيب قال قال عمر رضي الله عنه إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة حثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيب عن أبن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت عدثنا يحيى عن عبيد الله أخبراني نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكأ أهله عليه حثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم لا نجد حدين في كتاب الله فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وقد رجمنا حثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا قلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي عليه السلام بعض نسائه قال فاستقريت أمهات المؤمنين فدخلت عليهن فجعت أستقريهن واحدة واحدة والله لئن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيرا من كن قال فأتيت على بعض نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تكون تكون أن تتعظهن فأنزل الله عز وجل عسى ربه انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن حسنا يحيى عن شعب تحدثني أبو ذبيان سمعت عبد الله بن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحريرة فإني سمعت عمر يحدث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال عبد الله بن الزبير من عنده ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير حسنا يحيى عن اسماعيل حدثنا عامل وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الشعبي قال مر عمر بطلحة فذكر معناه قال مر عمر بطلحة فرأه مهتما قال لعلك ساءك إمارة ابن عمك قال يعني أبا بكر رضي الله عنه فقال لا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت نورا في صحيفته أو وجد لها روحا عند الموت قال عمر أنا أخبرك بها هي الكلمة التي أراد بها عمه شهادة أن لا إله إلا الله قال فكأنما كشف عني غطاء قال صدقت لو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها حسنا يحيى عن ابني جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بل قال فهل رأيته يستلمه قلت لا قال فأنفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة حتى نيحيى عن الأعماش حدثنا شقيق حدثني الصبي بن معبد وكان رجلا من بني تغلب قال كنت ناصرانيا فأسلمت فاجتهدت فلم آل فأهلت بحجة وعمرة فمررت بالعوذيب على سلمنا بن ربيعة وزيدي بن صوحانا فقال أحدهما أبهما جميعا فقال له صاحبه دعه فله وأضل من بعيره قال فكأنما بعيري على عنقي فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال لي عمر إنهما لم يقول شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حسن يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجهيلية أن أعتكف في المسجد الحرام الليلة فقال له فأوفي بنذرك حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وإل عن صباي بن معبد التغليبي قال كنت حديث عهد بنصرانية فأردت الجهاد أو الحج فأتيت رجلا من قوم يقال له هديم فسألته فأمرني بالحج فقرنت بين الحج والعمرة فذكره حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الإمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفتر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر قال عبد الرحمن على غير وجه الشك وقال يزيد يعني ابن هارون ابن أبي ليلى قال سمعت عمر رضي الله عنه حنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل الله تباع في السوق فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال لا تعودن في صدقتك حنا وكيع عن أبن أبي خالد عن قيس قال رأيت عمر رضي الله عنه وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس يقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مولا لأبي بكر رضي الله عنه يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر رضي الله عنه اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم قال قيس فرأيت عمر رضي الله عنه بعد ذلك على المنظر حسنا مؤمل حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران السلمي قال سألت أبن عباس رضي الله عنهما عن النبيذ فقال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء فلقيت ابن عمر فسألته فأخبرني فيما أظن عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نها عن نبيذ الجر والدباء شك سفيان قال فلقيت ابن الزبير فسألته فقال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء حسنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سناء عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجابية فذكر فتح بيت المقدس قال فقال أبو سلمة فحدثني أبو سناء عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس حدثنا أبو نعيمين حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت الفضيل ابن عمر عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه آتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه تصيبني الجنابة فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن قزعة قال قلت لابن عمر يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي فقال حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت على عمر ولا كذب عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن علقمة عن القرفع عن قيس أو أبن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسامع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلتعطه سلتعطه قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد قال فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما ضربت الباب أو قال لما سمع صوتي قال ما جاء بك هذه الساعة قلت جئت لأبشرك لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد سبقك أبو بكر قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات ما استبقنا خيرا قطوء إلا سبقنا إليها أبو بكر حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي مضرة عن أسير بن جابر قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرآن حتى آتى على قرآن فقال من أنتم قالوا قرن فوقع زمام عمر رضي الله عنه أو زمام أويس فنوله أحدهما الآخر فعرفه فقال عمر ما اسمك قال أنا أويس فقال هل لاك والدة قال نعم قال فهل كان بك من البياض شيء قال نعم فدعوت لها عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرة لأذكر به ربي قال له عمر رضي الله عنه استغفر لي قال أنت حق أن تستغفر لأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فدعا لها عز وجل فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم يدر أين وقع قال فقدم الكوفة قال وكنا نجتمع في حلقة فنذكر لها وكان يجلس معنا فكان إذا ذكره ووقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره فذكر الحديث حدثنا عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن القرفع عن قيس أو أبن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر نحو حديث عفان حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه عذب قال وعول صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا يزيد الرشك عن معافة عن أم عمر وأبنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا فلا يكساه في الآخرة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أبو العالية عن أبن عباس رضي الله عنه حدثني رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وقال عفان مرة شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صالتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس بمثل هذا شهد عندي رجال مرضيون حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب أن اليهود قالوا لعمر أنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا فقالا إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يومين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قال سفيان وأشك يوم جمعة أو لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهلت قلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت من هدي قلت لا قال طف بالبيت وبالصفى والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك بإمارة أبي بكر رضي الله عنه وإمارة عمر رضي الله عنه فإني لقائم في الموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتينه فطفى فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا فأتموا فلما قدم قلت ما هذا الذي قد أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهتيا حسنا عبد الرحمن عن سفيانا عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويدي بن غفالة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا حسنا عبد الرحمن عن سفيانا وعبد الرزاقي أنبئنا سفيانا عن أبي إسحاقا عن عمر بن ميمو قال قال عمر رضي الله عنه قال عبد الرزاقي سمعت عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيدون من جمعا حتى تشرق الشمس على ثبير قال عبد الرزاقي وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير يعني فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس حفنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتابة فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقول إن لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيمين يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال إقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزلت ثم قال لي إقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر حدثنا عبد الرزاق أنباء معمر معمر عن الزهري عن عروة عن المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر رضي الله عنه يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزامين يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن الصعدي قال قال لي عمر رضي الله عنه ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها قال نعم قال فما تريد إلى ذاك قال أنا غني لي أعبد ولأفرس أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين قال لا تفعل فإني كنت أفعل مثل الذي تفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال خذه فإما أن تموله وإما أن تصدق به وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف له ولسائله فخذه وما لا لا فلا تتبعه نفسك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لقي عمر عبد الله بن الصعدي فذكر معناه إلا أنه قال تصدق به وقال لا تتبعه نفسك حثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه صاحبه فأردت أن أبتعه وظننت أنه بائعه برخص فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهامين فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب يعود في قيئه قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن أبن شيهاب عن أبي عبيد مولى أبن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصله ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فيطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم حسن إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال كان عمر رجلا غيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة أتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها ويكره منعها وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أستئذنتكم نساءكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن حسن عبد الرحمن عن مالك عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حسن إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلو صدق النساء ألا لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم أما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثمتي عشرة أوقية وإن الرجل لا يبطل بصدقة امرأته وقال مرة وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة قال وكنت غلاما عربيا مولدا مولدا لم أدري ما علق القربة قال وأخرى تقولون هل من قتل في مغازيكم ومات قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعلاه أن يكون قد أوقر عجز دابته أو ضف راحللته ذهبا أو وارقا يتمس تجارة لا تقول ذاكم ولكن قول كما قال النبي أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة حسن إسماعيل أنباء الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فيرس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ألا إن أنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي وإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خويل إلي بآخرة ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون بهما ما عند الناس فأريد ألها بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم ألا أني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذن لا أقصنه منه فوثب عمرو بن العاصف قال يا أمير المؤمنين أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أين كلم اقتصه منه قال إي والذي نفسه عمر بيده إذن لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياضة فتضيعوهم حدثنا إسماعيل مرة أخرى أخبرنا سلامة بن علقمة علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلوا صدق النساء فذكر الحديث قال إسماعيل وذكر أيوب وهشام وابن عوين عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر نحوا من حديث سلامة إلا أنهم قالوا لم يقل محمد نبئت عن أبي العجفاء حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت عند عبد الله بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنت عثمان بن عفان وعنده عمر بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائده قال فأراه أخبره بمكاني ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكأ أهله عليه فأرسلها عبد الله مرسلة قال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي انطلق فعلم من ذاك فانطلقت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لاك من ذاك وإنه صهيب فقال مروه فليلحق بنا فقلت إن إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مرة فليلحق بنا فلما بلغنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب فقال وأخاه وصاحبه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض بكاء فأتيت عائشة فذكرت لها قول عمر فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكفر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا وإن الله له أضحك وأبكى ولا تزير وازرة وزر أخرى قال أيوب وقال ابن أبي مليك تحدثني القاسم قال قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة فذكر معنى حديث أيوب إلا أنه قال فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة قالت وأفيت ابنة لعثمان ابن عفانا بمكة فحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن صماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لو أبي فهتف برجل من خلفي لا تحرفوا بآبائكم فاتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصغاني حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أي ماء ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكن على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لإن بقيت لهم ليأتي أن الراعي بجبل صنع أحظه من هذا المال وهو يرعى مكانه حثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان حدثني أبو المخارق زهير بن سالمين أن عمير بن سعد الأنصارية كان والله عمر حمصة فذكر الحديث قال عمر يعني لكعب إني أسألك عن أمر فلا تكتمني قال والله لا أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أئمة مضلين قال عمر صدقت قد أسر ذلك إلي وأعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب فقال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر أرسلوا إلي طبيبا ينظروا إلى جرحي هذا قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسق عمر نبيذا فشبه النبيذ بدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صدا أبيض فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين أعهد فقال عمر صدقني أخو بني معاوية ولو قلت غير ذلك كذبتك قال فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك فقال لا تبكوا علينا من كان باكيا فليخرج ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكأ أهله عليه فمن أجل ذلك ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم حسنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمو قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان أهل الجاهلية لا يفيدون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري بن مخرامة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر رضي الله عنه يقول مررت بهشامي بن حكيمي بن حزامين يقرأ سورة الفرقاني في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أن أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلما فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي تقرأها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم له وأقرأني هذه السورة التي تقرأها قال فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقاني على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ منه ما تيسر حدثني الحكم بن نافع أنبأنا شعيب عن الزهري يحدثني عروة عروة عن حديث المسور بن مخرامة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزامين يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعت القراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلما فلما سلم فذكر معناه حسنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن أبيه عن أبن عباس قال قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليتمسها في العشر الأواخر وطرا حسنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبن عمر أن عمر قيل له ألا تستخلف فقال إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أستخلي فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه حسنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنية وإنما لإمري إنما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانطعلوا وألقوا الخفاف والسراولات وألقوا الركوب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية ورموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحريرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبس من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه حتنا يزيد أنبأنا يحيى عن سعيدي بن المسي بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده حتنا يزيد أنبأنا العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالسحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن لها في أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل حتنا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أنسي بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثني عن طلاقك امرأتك قال طلقتها وهي حائد قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها قال قلت له هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائد قال فما لي لا اعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت حفنا يزيد أنبأنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوتته قال الحمد لله الذي كسان ما أوري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوتته الحمد لله الذي كسان ما أوري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقى فتصدق به كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كناف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا حفنا يزيد أنبأنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أحدنا إذا أراد أن ينام وهو جنوب كيف يصنع قبل أن يغتسل قال يتوضع وضوءه للصلاة ثم ينام حفنا يزيد أنبأنا وارقاء وأبو النضر قال حدثنا وارقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في البقيع ينظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال من أين جئت فقال من العرب قال أهلات قال نعم قال عمر رضي الله عنه الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل ثم قام عمر رضي الله عنه فتوضأ فمساح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع قال أبو النضر وعليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها ومساح حفنا يزيد أخبرنا جرير أنبأنا الزبير بن الخريط عن أبي لبيد قال خرج الرجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن أسد فقدم المدينة بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيامين فرأاه عمر رضي الله عنه فعلم أنه غريب فقال له من أنت قال من أهل عمان قال نعم قال فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه فقال هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا أعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسول ما راموه بسهمين والحجر حفنا يزيد أنبأنا عاصم بن محمد عن أبيه عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا رفعه قال يقول الله تبارك وتعالى من توضع لهكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء حفنا يزيد أنبأنا ضيلم بن غزوان العبدي حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال إني لا جالس تحت من بري عمر رضي الله عنه وهو يغطب الناس فقالا في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوى فما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللساني حدثنا روح حدثنا مالك حاء وحدثنا إسحاق أخبرني مالك قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وحدثنا مصعب الزبيري حدثني مالك عن زيدي بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدي بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن أبن شيهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم يخطب فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فأقبلت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل حان روح حدثنا أبن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني وعلى عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يليئ البيت أفو لما بلغت الركن الغربي الذي يليئ الأسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت ألا تستلم قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بل فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين قال فقلت لا قال أفو ليس لك فيه أسوة حسنة قال قلت بل قال فأنفذ عنك حثنا عثمان بن عمر وأبو عامر قال حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال جئت بدنانير لي فأردت أن أصفها فلقيني طلحة بن عبيد الله فاصطرافها وأخذها فقال حتى يجيء السلم خازن قال أبو عامر من الغابة وقال فيها كلها هاء وهاء قال فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء حثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيدي بن المسيبي أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن علي بن حاتمين قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أناس من قوم فجعل يفرد للرجل من طيء في ألفين ويعرض عني قال فاستقبلته فأعرض عني ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني قال فقلت يا أمير المؤمنين أتعرفني قال فضحك حتى أستلقى القفاه ثم قال نعم والله أني لا أعرفك آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وإن أولى صدقة بيضت وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يعتذر ثم قال إنما فردت لقومين أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى الله الإسلام ونافى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة وتقال عفان عن أبن بريدة عن أبي الأسود الدلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض قال عبد الصمد فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخر فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخر فأثني عليها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقال أبو الأسود فقلت له يا أمير المؤمنين ما وجبت فقال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير بخير إلا أدخله الله الجنة قال قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأله عن الواحد حثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لما تحتبسون عن الجمعة فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت فقال عمر رضي الله عنه وأيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الحسين المعلم حدثنا يحيى أخبران أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر رضي الله عنه بين هو يخطب فذكره حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى عن عمرنا ابني حطان فيما يحسب حرب أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن لبوس الحريج فقال سل عنه عائشة فسأل عائشة فقالت سل ابن عمر رضي الله عنه فسأل ابن عمر رضي الله عنه فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحريرة في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة حدثنا يحيى بن حماد وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميدي بن عبد الرحمن الحمياري حدثنا ابن عباس بالبصرة قال أنا أول من آت عمر رضي الله عنه حين طعنا فقال احفظ عني ثلاثا فأني أخاف أن لا يدركني الناس أما أنا فلم أقضي في الكلالة قضاء ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق فقال له الناس استخلف فقال أي ذلك أفعل فقد فعله ما هو خير مني إن أدع إلى الناس أمرهم فقد تركه نبي الله عليه الصلاة والسلام وإن أستخلف أستخلي فقد استخلف ما هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه فقلت له أبشر الجنة صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطت صحبته ووليت أمر المؤمنين فقويت وأديت الأمانة فقال أما تبشيرك إياي الجنة فوالله لو أن لي قال عفان فلا والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيها لفتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر وأما قولك في أمر المؤمنين فوالله لو وديدت أن ذلك كففا لا لي ولا علي وأما ما ذكرت من صحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم فذلك حان يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيمين عن أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي فكانوا يختالفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلمين فقط له فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من أدفع عقله فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حثنا عبد الله بن زيد أخبرنا أبن لهيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يريث الولاء من ورث المال من والد أو ولد حثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيسي بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه آت الحجر فقال أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم دنا فقبله حان أبو سعيد حدثنا دجين أبو الغصن بصري قال قدمت المدينة فلقيت أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت حدثني عن عمر فقال لا أستطيع أخاف أن أزيد أو أنقص كنا إذا قلنا العمر رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فهو في النار حدثنا أبو سعيد حدثنا حمد بن زيد عن عمر بن دينار مولى آل الزبير عن سالمين عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها ألف ألف حسنة ومحى عنه بها ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة حدثنا أبو سعيد حدثنا عكريمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني أبن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا برجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها اخرج يا عمر فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فخرجت فنديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق عن سعدي بن عبيدة عن أبن عمر رضي الله عنه عن عمر إنه قال لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك حسنا حماد الخياط حدثنا عبد الله عن نافعا أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من الأستوانة إلى المقصورة وزاد عثمان رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبغي نزيد في مسجد ما زدت فيه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أوي إن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله وربما قال معمر كما أطرت النصارى ابن مريم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن أبن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقول هلاكم زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقالا إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني أن لا أستخليف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخليف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخل فقال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن مالك ابن أوسي ابن الحدثان قال أرسل إلي عمر رضي الله عنه فذكر الحديث فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال لما مات أبو بكر رضي الله عنه بكي عليه فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي حثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر قال 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 عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى ما من ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل قال أبو بكر رضي الله عنه لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا إلا أن رأيت أن لها قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقطار فعرفت أنه الحق حثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك ابن أوسن عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نورث ما تركنا صدقة حثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك ابن أوسن قال أرسل إلي عمر رضي الله عنه فذكر الحديث وقال إن أموال بني النظير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل حثنا سفيان عن هشمين عن أبيه عن عاصم ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حثنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد عن عبيدي بن حني عن أبن عباس قال أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فما رأيت موضعا فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قض حاجته فذهبت أصب عليه من الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان لتاني تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما حثنا سفيان عن أيوبا عن أبن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لا كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق إثنتين عشرة وقية وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولا علاه أن يكون قد أو قرع جز دابته أو ضف راحل التي ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة أم الله علي عن قتادته عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعمري أن عمر رضي الله عنه قام خطبا فحمضا لها وأثنى عليه وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثم قال إني رأيت رؤيا كأندي كان مقرن نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي وإن ناسا يأمرونني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بأمر فالخلافة شورى في هؤلاء الراهة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايعتم له فاسمعوا له وأطيعوا وقد عرفت عرفت أن رجالا سيطعنون في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكثرة الضلال وإني والله ما أدعو بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة ولقد سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها حتى طعنا بيده أو بأصبعه في صدري أو جنبي وقال يا عمر تكفيك الآية التي نزلت في الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسمون ويقسمون فيهم فيئهم ويعدلون عليهم وما أشكل عليهم يرفعونه إلي ثم قالا يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراه ما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل لقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا قال فخطب بها عمر رضي الله عنه يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال باقينة من ذي الحجة حتى عبد الرزاق قال وأخبرني هشيم عن الحججي بن أرطاطة عن الحكمي بن عتيبة عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى أن عمر رضي الله عنه قالا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا حثنا علي بن عاصمين أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن عاصمي بن عبيد الله عن أبيه أو جده الشك من يزيد عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الحدث ومساح على خفيه وصلى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأجعرية قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا قال وقال عمر رضي الله عنه إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكاتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتاب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل أقل من عدتكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقاتلناهم أربع فراسخة قال وأصبنا أموالا فتشاوروا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من يراهني فقال شاب أنا إن لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عربي حثنا محمد بن بكر أنبأنا عيينة عن علي بن زيد قال قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز فقال لي سالم ما تصنع بهذه الثياب سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له حثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر أراه عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فروفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مئاتا من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية وقال لا يرث القاتل ولولأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقتل والد بولده لقتلتك حثناه شيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب قال قال عمر رضي الله عنه لولأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل إن شيء لورثتك قال ودع خال المقتول فأعطاه الأبي لحدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهدي بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل عامها كلها خليفة قالا ثم دعا أخى المقتول فأعطاها إياه دون أبيه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل إن شيء حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكريمة بن خالد عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال جاء العباس وعلي عليهما السلام إلى عمر رضي الله عنه يختصماني فقال العباس أقضي بيني وبين هذا الكذا كذا فقال الناس أفصل بينهما أفصل بينهما قال لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة حدثنا إسماعيل عن أبن أبي عروبة عن قتادة عن أبن المسي بأن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما أنزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلمت وأفي ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة حسنا أبو عبد الله محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ويروحوا للحج تقطروا رؤوسهم حنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعدي بن إبراهيم قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عطبة يحدث عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يخطب الناس خطبة فقال عبد الرحمن بن عوف إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس فأخر ذلك حتى تأتي المدينة فلما قدم المدينة دانوت منه قريبا من المنبر فسمعته يقول وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجد وقد رجم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت النعمان يعني ابن بشير يخطب قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتوي ما يجيد دقلا يملأ به بطنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيدي بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نياح عليه وقال حجاج بالنياحة عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت رفي عن أباء العالية يحدث عن ابن عباس حدثني رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربي جانا مع عتبة ابن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أسبوعين قال أبو عثمان فما عتمنا إلا أنه الأعلام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج وأبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء قال صلى عمر رضي الله عنه الصبحة وهو بجمع قال أبو داود كنا مع عمر بجمع فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع قال أغسل ذكرك ثم توضأ ثم إرقد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كوهيل قال سمعت أبا الحكام قال سألت أبن عمر عن الجر فحدثنا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر وعن الدباء وعن المزفة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين الأحوال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول أما إني أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضباعية يحدث عن جويرية ابن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه قال فخطب فقالا إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرا نقرة أو نقرتين شعبة الشاكو فكان من أمره أنه تعن فأذن للناس عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أذن لأهل العراق فدخلت في من دخل قال فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبقوا قال فلما دخلنا عليه قال وقد عصب بطنه بعمامة سوداء ولد ميسيل قال فقلنا أوصنا قال وما سأله الوصية أحد غيرنا فقال عليكم بكتاب الله فإنكم فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه فقلنا أوصنا فقال أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجئا إليه وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم وأوصيكم بأهل ذمتيكم فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم قوموا عني قال فما زادنا على هؤلاء الكلمات قال محمد بن جعفر قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم حدثنا حجاج أنبأنا شعبة سمعت أبا جمرة الضباعية يحدث عن جويرية ابني قدامة قال حجاجت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه قال فخطب فقال إني رأيتك أن ديكا أحمر نقرن نقرة أو نقرتين شعبة الشاكو قال فما لبثا لبثا إلا جمعة حتى تعنفا ذكر مثله إلا أنه قال وأوصيكم بأهل ذمتيكم فإنهم ذمة نبيكم قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب حتى محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويدي بن غفلة أن عمر رضي الله عنه خطب الناس الجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه حتى محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيدي بن المسيبي عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه حتى محمد بن جعفر حدثنا كهمس عن أبن بريدة ويزيد بن هارون حدثنا كهمس عن أبن بريدة عن يحي بن يعمر سمع أبن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن ذات يومين عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرقى ليزيد لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الأحسان ما الأحسان قال يزيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفة العرات لعاء الشائية تطاولون في البناء قال ثم انطلق قال فلا بثمليا قال يزيد ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهماس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع أبنى عمر قال حدثنا عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلا أنه قال ولا يرى عليه أثر السفر وقال قال عمر رضي الله عنه فلا بثت ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر حثنا بهز قال وحدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نظرة قال قلت لجابري بن عبد الله إن أبنى الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن أبنى عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمت عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانت متعتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء حنا حجاج أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بنه بيرة عن أبي تميمين أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيلة غدو خماصا وتروح بطانا حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكيرو بن عبد الله عن بسري بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق حنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جبري بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما حتى نيحي بن إسحاق أنبأني أبن لهيعة تحدثنا عبد الله بن هبيرت قال سمعت أبا تميمين الجيشانية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيلة ألا ترون أنها تهدو خماصا وتروح بطانا حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبني يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وأنه منه براء ثلاثا ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه فدن فقال أدنه فدن فقال أدنه فدن حتى كد ركبته تمسان ركبتيه فقال فقال يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قال سفيان أراه قال خيره وشره قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك قال صدقت صدقت قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الأحسن قال أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراه فإن لا تراه فإنه لا راك كل ذلك نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله من هذا فيقول صدقت صدقت قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها بها من السائل قال فقال صدقت قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ثم ول قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تمسوه فلم يجدوه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما آتني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بوريدة عن أبن يعمر قال سألت أبن عمر أو سأله رجل إننا سيروا في هذه الأرض فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال يا ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وهم منه براء قالها ثلاث مرات ثم أنشأ يحدثنا قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال فقال يا رسول الله أدن فقال أدن فدنا رتوة ثم قال يا رسول الله أدن فقال أدن فدنا رتوة حتى كدت أن تمس ركبته ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان فذكر معناه حسن حسن بن موسى الأشياب حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل بجهازه كان له مثل أجره ومن بن مسجدا يذكر فيه اسم الله بن الله له بيتا في الجنة حدثنا عتاب يعني ابن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك حدثنا نزل تحريم الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقرب أن الصلاة سكران فدوعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بيّن لنا لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدوعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا حسنا عفان حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وإلن عن صباي بن معبد أنه كان نصرانيا تغلبيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له أحججت قال لا فقيل له حجة واعتمر ثم جاهد فأهل به ما جميعا فوافق زيد بن صواحان وسلمان بن ربيعة فقال هو أضل من ناقته أو ما هو بأهدى من جمله فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقوله ما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال أخبراني أبي أن عمر رضي الله عنه قال للحجر إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله دثنا وكيع عن هشامين عن أبيه أن عمر رضي الله عنه آت الحجر فقالا إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قالا ثم قبله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويدي بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبله واتزمه ثم قال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني الحجر حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم حثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيهه حثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه قالا كان أهل الجاهلية لا يفيدون من جمع حتى يقولوا أشرق سبير كيما نغيروا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يدفع من جمع مقدار صلاة المصفيرين بصلاة الغدات قبل طلوع الشمس حثنا وكيع حدثنا رباح بن أبي معروف عن أبن أبي مليكة سمع أبن عباس رضي الله عنه يقول قال لي عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكأ أهله عليه حثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن أبن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خففيه في السفر حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل الجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر قال وكيع فتنة الصدر أن يموت الرجل وذكر وكيع الفتنة لم يتوب منها حثنا وكيع حدثنا عمر بن الوليد الشني عن عبد الله بن بريدة قال جلس عمر رضي الله عنه مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز قال فمروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس فقال إن أكذب الناس أكذبهم على الله ثم الذين يلونهم من كذب على روحه في جسده قال قالوا أرأيت إذا شهد أربعة قال وجبت قالوا أو ثلاثة قال وثلاثة وجبت قالوا واثنين قال وجبت ولا أن أكون قلت واحدا أحب إلي من حمر النعم قال فقيل العمر هذا شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بن القصر قال إن قطع الصويت فبعث إليه محمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأور ناره وابتع حطبا بدرهامين وقيل لسعد إن رجلا فعل كذا وكذا فقال ذاك محمد بن مسلمة فخرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال نؤدي عنك الذي تقول هو نفعل ما أمرنا به فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسعة عشرة فقال لو لا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤدي عنا قال بل أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله قال فهل زودك شيئا قال لا قال فما منعك منعك أن تزودني أن تقال إني كرهت أن أمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار وحولي أهل المدينة قد قتلهم أجوع وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يشبع الرجل دون جاره آخر مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث السقيفة حثن إسحاق بن عيسى الطبع حدثن مالك بن أنس حدثني ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثني مسعود أن أبن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال ابن عباس وكنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمين في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن فلانا يقول لو قد مات عمر رضي الله عنه بايعت فلانا فقال عمر رضي الله عنه إن قائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهد الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم قال عبد الرحمن فقلت فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاة الناس وغوغاءهم وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها على مواضعها ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأجرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها فقال عمر رضي الله عنه لإن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقامين أقومه لما قدمنا المدينة في عقب ذئ الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواحة سكت الأعمى فقلت لمالك وما سكت الأعمى قال إنه لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد ونحو هذا فوجدت سعيد بن زيد زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجلست حضاءه تحك ركبتي ركبته فلم أنشب أن طلع عمر رضي الله عنه فلما رأيته قلت لا يقول أن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك فقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قالا أما بعض أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدل علاها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحل لته ومن لم يعيها فلا أحل له أن يكذب علي إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل فالرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ألا وإن قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن أبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد الله فقول عبد الله ورسوله وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر رضي الله عنه بايعت فلانا فلا يغترن إمرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة ألا وإنها كانت كذلك ألا وإن الله عز وجل وقشرها وليس فيكم اليوم من تقطعوا إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي والزبير ومن كان معه ما تخلفوا في بيت فاطمة رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في صقيفة بني ساعدة واجت مع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا أنا أمهم حتى لقيان رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون تريدون يا معشر المهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم أن لا تقربوهم وقضوا أمركم يا معشر المهاجرين فقلت والله لنأتي أنهم فانطلقنا حتى جئناهم في صقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا وجع فلما جلسنا قام خطبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وقالا أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهت مننا وقد دفت دافة منكم يريدون أن يخزلون من أصلنا ويحضنون من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وقد كنت أداري منه بعض الحدي وهو كان أحلم مني وأوقر فقال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة ابن الجراح فلم أكره مما قال غيرها وكان والله أن أقدم فتضرب عنق لا يقربني ذلك إلى إثمين أحب إلي من أن أتأمر على قومين فيهم أبو بكر رضي الله عنه إلا أن تغير نفسي نفسي عند الموت فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعوذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقلت لمالك ما معنى أنا جذيلها المحكك وعوذيقها المرجب قال كأنه يقول أنا داهيتها قال وكثور اللغة وارتفعت الأصوات حتى خشية الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فباعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعدي بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعدا فقلت قتل الله سعدا وقال عمر رضي الله عنه أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن باعة أن يحدث بعدنا باعة فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى وإما وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا باعة له ولا باعة للذي بايعه تغرة أن يقتل قال مالك وأخبرني ابن شيهاب عن عروة ابن الزبير أن الرجلين الذين لقياه مع ويمير بن ساعدة ومعنو بن عدي قال ابن شيهاب وأخبرني سعيد بن المسيبي أن الذي قال أنا جذيل هاء المحكك وعوذي هاء المرجب الحباب بن المنذري حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بلحارثي بن الخزرج ثم بن ساعدة وقال في كل دور الأنصار خير حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله قال كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حسن إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق حتى سفيان عن أيوبا عن سعيد قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل لاعن امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر الحديث الرجل فترم رسول الله عمر رضي الله عنه